بسم الله الرحمن الرحيم دايئة المغربية الرحيمة في مطر المتعام توصلت بمجموعة من الشكايات من المواطنين والمواطنات هاد المواطنين كي عبروا عالزياء ديالهم حول ما يحدث في هاد المكتشفى التخميس هاد المكتشفى تخليوي محمد خميس بمدينة جديدة كيتعرضوا فيه المواطنين والمواطنات كيتعرضوا فيه الابتزاز كيتعرضوا فيه المعاملة وكيتعرضوا فيه الإهمال لهيئة المغربية لحيمة مواطنين والملعام الآن ستقوم ببحث في هذه النزلة بكون أن أحد أعضاء لهيئة المغربية لحيمة مواطنين والملعام تعرض الإبن ديالهم إلى حادثة سير خاطرة ونقل على إترها إلى هاد المستشفى التخليوي وهو في حالة الله ديك يعلم بالحال دياله حالة خاطرة بالتالي أنه مغمى عليه والجهنية وتعرض للإهمال ثانياً كان عنده المشكل ديال أنه خصم يعالجوه ويشوفوا الإشكال ديال الإغماء وإذا به الآن راتعرض الواحد المضاعفات لبناء على التقرير الطبي عادة غدين ذكروها إحنا الآن غدين قوموا ببحث في هذه النزيلة وكذلك غدين قوموا بالبحث حاول الموضوع ديال الشكاية ديال المواطنين اللي اللي زخط على نكي المطار أرى المواطنين جميعاً هنا يا ديالإقليم جديدة أرى هم كيعانوه من هاد من هاد المستشفى ومن سوء التثير والتدبير وبأن هاد المستشفى فهو عبارة عن مجزارة أرى همشي بخدمة المواطنين هادا لن وجه رسالة الى المندوب ديال الصحة هنا بالجديدة وكذلك الى إدارة هاد المستشفى لحاشوه شي حملت اسم ديال المستشفى لما كنتوش غادين تخذ مصر وديوركم واعطوهم المسئولية لولاد الناس المغاربة اللي غادين عن المسئولية المسئولية راه تكريف ومش تشريف أرى كنحملكم المسئولية ديال الأوضاع اللي كتجاها هنا يا بالتالي بعد إنجاز هاد البحث وهالتحقيق اللي غادين قوموا به أرى غادين لجأوا الى القاداء غادين توجهوا بالشكاية الى السيد وكيل الماليك نحاول أي واحد ساهم في الإيمان ديال أي مواطن من المواطنين ثم كذلك الإيمان اللي اتعرض له وولد من الضو هادك الإيمان إذا تبث بحقهم بعد البحث اللي غادين جايوا أرى أننا سنلجأ الآن الى السيد وكيل الماليك وأرى أننا مغن تفكهم عن تش واحد ومغن تهاونوش معاه ومغن تزاقلوش معاه وغادي نبهد له من صغير حتى الكبير غايت تبهد له وهذه رسالة بالتي أحسن كان طلبه من جميع الجهات النسؤولة هنا بإقليم جديدة وعلاق مستوى الجهوي والوطني تحلوا هاد المشكل قيلة الزبالة هادي تحلوها واحد ما غا تحلوهاش را غادي نجيب لكم واحد القوم غادي اعتصم هنا وغادي بركه هنا ورأتهم را غا تحملوا النتيجة ديال ما سيحدث ورأت أنتم تعلمون أنني لست ممن يقول ولا يفعل وهذا إنظار أصفر فوجهكم بالعربية